وفي الأرويقة السياسية ناقش التنسيقي الشيعي المواصفات النهائية لهوية رئيس البرلماني المقبل بعد جولة مشاورات ومواقف طرحتها المكونات السياسية السنية لاختيار رئيس غير جدلي وهو التوصيف الذي يقبل جميع الاجتهادات ويدفع للواجهة التوافق السياسي حسب قول مراقبين ولم تتسرب هويات محددة للرئيس المقبل أو موعد انتخابه لكن المتداول في الغرف المغلقة لم يلغي حظوها النائب شعلان لكريم مثلما لم يستبعد فرضية عودة النائب سالم العيساوي للمواجهة برضى التنسيقي الشيعية وخصب المصادر المطلعة فإن جولات الحوار التي عقدها رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي مع قيادات الأحزاب والكتر البرلمانية قد حلحلت بعض عقد الحل وسيكون هناك اتفاق على مرشح سني واحد يقود إلى جلسة استثنائية لانتخاب الرئيس قبل أو خلال شهر رمضان